مشاهدنا بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء خمسة ذو الحجة عام 1445 هجري الموافق 11 يونيون لعام 2024 ميلادية متوجها إلى المملكة العربية السعودية شقيقة وذلك في زيارة رسمية رافقت سموه السلامة في الحل والترحال تكتسي زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد صباح حفظه الله للمملكة العربية السعودية أهمية كبيرة نظرا للعلاقات المتميزة والمتجذرة التي تجمع البلدين الشعبين الشقيقين نعم زيارة سيكون لها الأثر الكبير في توطيد العلاقات الأخوية وتعزيز العلاقات التنائية في جميع المجالات بما يرقى لتطلعات الغيادتين والشعبين الشقيقين امتدادا للعلاقات الكويتية السعودية المتينة والراسخة والممتدة لأكثر من 130 عاما تأتي زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية لترسيخ وتأكيد متانة العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح للمملكة العربية السعودية هي تأتي امتدادا لزيارة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الصباح إلى بلده الثاني المملكة العربية السعودية ولذلك هذه الزيارات الحقيقة هي تأتي امتدادا وترسيخا للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين والتي تمتد إلى قرون ولذلك أعتقد أن هذه العلاقة المتينة انتقلت من مرحلة العلاقات والتعاون إلى مرحلة التكامل ومرحلة توحيد الرؤى في مختلف القضايا العربية والدولية ولسيما في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من ظروف جو سياسية وجو استراتيجية وأيضا الإحداث في غزة والحرب الروسية الأوكرانية والأمن في البحر الأحمر وفي الخليج العربي لذلك أعتقد أن هذه الزيارات المتبادلة يتأتي لتوحيد الرؤى وتوحيد المواقف الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد لمبارك الصباح حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية بعد أيام من تزكيته وليا للعهد كأول زيارة رسمية له تؤكد الأهمية والمكانة الكبيرة للمملكة لدى دولة الكويت وتأتي اتباعا لنهج حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والذي زار السعودية في أول زيارة رسمية له بعد توليه مسند الإمارة العلاقات السعودية الكويتية تجاوزت بعمقها التاريخي وسماتها المشتركة المبنية على الأخوة ووحدة المصير مفاهيم علاقات الجوار الدولية وانفردت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق تشهد العلاقات الكويتية السعودية في مرحلتها الحالية تناميا كبيرا تغف خلفه قيادتها البلدين بهدف الوصول إلى أزهى مراحل التعاون والتعاضي والتكامل على المستويات كافة خالد الشمري تلفزيون دولة الكويت الريال